اشتركوا في القناة ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان بجلالة الملك المفدى وتبادل الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والتي تقوم على أواصر متينة من الأخوة ووحدة المصير والتعاون المشترك لما فيه خير البلدين ومصالحهم المتبادلة متمنين للبلدين دوام التقدم والازدهار كما نقل سموه إلى جلالة الملك المفدى تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظ الله وخلص أمنياته لجلالته بالصحة والسعادة وللمملكة وشعبه الشقيق دوام الخير والرفع وأعرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظ الله ورعاه عن بالغ الاعتزاز بعمق العلاقات التاريخية المتميزة وأواصر الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والتي تزداد رسوخا وقوة وبما وصل إليه التعاون والتنسيق الثنائي من مستوى متقدم على كافة المسارات والمجالات بما يخدم مصالحهم المتبادلة ويلبي تطلعات شعبيهم الشقيقين وأشاد جلالته بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات حضارية وتنموية واقتصادية وثقافية وعلمية رائدة بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زيد الألنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبدورها المحورية الفاعل على الصعيدين الإقليمي والدولي وما سعيها الخيرة في ترسيخ مقاومات الأمن والاستقرار ونشر السلام في المنطقة والعالم ومبادراتها العالمية المقدرة في مد يد الخير والعون لخدمة الإنسانية وترسيخ قيم التعايش والتسامح والتعاون بين الشعوب وأكد جلالة المالك المفدى وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان متنة روابط الأخوية المشتركة بين البلدين وشعبيهما الشغيقين معربين عن اعتزازهما بما يجمعهما من أواصر القربة والأخوة والتعاون على جميع المستويات وبحث جلالته سمو عددا من الموضوعات والقضايا الخالجية والأقليمية والدولية التي اتهم البلدين وتبادل وجهات النظر بشأنهما موسيقى اشتركوا في القناة